السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب في قناتكم Miss Matthew Plus اليوم سنتعلم كيفية جمع الأعداد العشرية وترحها ولفعل ذلك علينا اتباع الخطوات أولاً نرتب الأعداد العشرية عامودياً لتكون الفواصل العشرية فوق بعضها ثم نكتب أصفار على طرفي العدد العشري حتى تتساوى منازل العددين العشريين وأخيراً ننزل الفاصل العشرية إلى مكانها في الناتج ثم نجمع أو نطرح لنرى كيفية تطبيق ذلك من خلال الأمثلة الثلاثة أمامنا لنبدأ بالمثال الأول لدينا هنا العدد العشري واحد صحيح وستة وثمانون من مئة زائد اثنان صحيح وثلاثة من عشرة لجمع العددين العشريين علينا أولاً أن نرتبهم عامودياً بحيث تكون الفواصل العشرية فوق بعضها الآن نكتب أصفار على طرفي العدد حتى تتساوى منازل العددين العشريين نلاحظ في العدد العشري الأول يوجد لدينا منزلة صحيحة ومن ثم منزلتين عشريتين ثمانية والستة في العدد العشري الثاني يوجد منزلة صحيحة وهي الاثنان ويوجد منزلة عشرية واحدة الآن نريد أن نعبئ في الطرف الأيمن للعدد العشري الثاني صفر لتصبح اثنان صحيح وثلاثون من مئة ويجب أن يبقى دائماً في بالنا أن إضافة صفر إلى طرف الأيمن للعدد العشري أو حتى الطرف الأيسر للعدد العشري لا يؤثر على قيمته حيث أن الاثنان وثلاثة من عشرة هي نفسها الاثنان والثلاثون من مئة الآن ننزل الفاصلة العشرية إلى مكانها في الناتج ومن ثم نجمع العددين العشريين نبدأ دائماً الجمع من أقصى اليمين فنجمع ستة زائد صفر ليكون الناتج ستة ثم 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 نجمع الثمانيةين ينتج واحد في الناتج واحد نرفعه في الأعلى الآن نجمع الواحد الذي رفعناه مع الواحد الصحيح ثم نجمع مع الاثنان فيعطي أربعة إذن ناتج عملية جمع العددين العشريين هي 4 صحيح و 16 من 100 لاحظنا هنا أننا رتبنا الأعداد العشرية لتكون الفواصل فوق بعضها ثم كتبنا صفر في أقصى الطرف الأيمن للعدد العشري الثاني ومن ثم أنزلنا الفواصل العشرية إلى مكانها في الناتج ثم جمعنا العددين العشريين لنتابع مع المثال الثاني وهنا لدينا عملية طرح بين العدد العشرية 3 و 6 من 10 ناقص 41 من 100 أولا علينا أن نرتب الأعداد العشرية عاموديا لتكون الفواصل العشرية فوق بعضها من ثم علينا كتابة أصفار على طرفي العدد حتى تتساوى منازل العددين العشريين نرى هنا أننا بحاجة لإضافة الصفر للطرف الأيمن في العدد العشرية الأول 3 و 6 من 10 وذلك كما اتفقنا لن يؤثر على قيمة العدد فإن الثلاثة و 6 من 10 هي نفسها الثلاثة صحيح و 60 من 100 الآن ننزل الفاصل العشرية إلى مكانها في الناتج ثم نطرح فنبدأ الطرح دائما من أقصى اليمين نطرح 0 ناقص 1 لا يجوز نستلف من الستة التي بجوارها فتصبح 5 أما الصفر فنضيف لها الواحد إلى يسارها لتصبح 10 الآن نطرح 10 ناقص 1 فيعطي 9 ثم نكمل فنطرح 5 ناقص 4 فيعطي 1 ثم نكمل 3 ناقص 0 فيعطي 3 ويكون بذلك ناتج الطرح 3 صحيح و 19 من 100 لنتابع مع عملية الجمع الأخيرة 12 صحيح و 7 من 10 زائد 5 صحيح و 13 من 100 علينا أولا أن نرتب الأعداد العشرية عاموديا لتكون الفواصل العشرية فوق بعضها ثم نكتب الأصفار على طرفي العدد نلاحظ هنا أننا بحاجة إلى صفر على الطرف الأيمن للعدد الأول بجوار السبعة وإلى صفر آخر على الطرف الأيسر للعدد الثاني إلى يسار الخمسة هذه الأصفار لا تؤثر على قيمة العدد أي صفر يضاف إلى يمين آخر عدد بعد الفواصل العشرية لا يؤثر على قيمة العدد وأي صفر يضاف إلى يسار أي عدد صحيح لا يؤثر على قيمة العدد الآن ننزل الفاصلة العشرية إلى مكانها في الناتج ومن ثم نبدأ عملية الجمع دائماً ما نبدأ عملية الجمع من أقصى اليمين فنجمع 0 زائد 3 ليعطي 3 ثم نجمع 7 زائد 1 فيعطي 8 الآن نجمع 2 زائد 5 فيعطي 7 وأخيراً 1 زائد 0 فيعطي 1 ويكون بذلك ناتج الجمع 17 صحيح و83 من 100 وبذلك نكون قد تعلمنا مهارة جمع الأعداد العشرية وطرحها حيث علينا دائماً نرتب الأعداد العشرية عامودياً لتكون الفواصل العشرية فوق بعضها ثم نكتب أصفار على طرفي العدد العشري حتى تساوى منازل العددين العشريين وأخيراً ننزل الفاصل العشرية إلى مكانها في الناتج ثم نجمع أو نطرح الآن هل تستطيع أن تجد ناتج جمع وطرح العددين العشريين أمامك؟ أترك لي الإجابة في التعليقات وفي الختام أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولا تترددوا بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم ومن يحتاج إليه وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله